السلام عليكم معكم حسن من قناة اكستيكي اليوم عندنا مراجعة جهاز الجالكسي A71 الحيش اني ميز التلفون هذا لماذا انا قاعد اراجعه حاليا لو تلاحظون في عندنا دفع وايد بالنسبة حق الاجهزة المتوسطة وحاليا اجهزة متوسطة تيب اسعار كثيرة جدا لين توصل ليسعر لجهزة الفلاكشوب او لجهزة الفئة العالية فهني عندنا جهاز متوسط من سامسونج يعتبر سعره ممتاز يعني سعره مناسب جدا بالنسبة حق المواصفات بالنسبة حق الامكانيات اللي يقدمها هالتلفون هذا خلنبدي مواصفات التلفون بالشاشة هذي الشاشة هذي عندنا 6.7 انش بيوضوح في ال HD بلس من نوع سوبر اموليد شاشات سامسونج سوبر اموليد تعتبر ممتازة وهذه بالنسبة حق السعر تعتبر ايضا ممتازة للأسف التردد 60 هرتز لحد الحين ما مشوا مع هبة الترددات العالية اللي ما شفيها شركاته الصينية لكن مع ذلك مع التردد 60 هرتز تعتبر شاشة ممتازة المعالج اللي عندنا هني هو سناب دراجون 730 عندنا 8 جيجا بايت رامعة النسخة اللي عندي وعندنا ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت طبعا قابل للزيادة عن طريق مدخل الذاكرة الخارجية هنا عندنا مدخل ذاكرة خارجية بالاضافة لمدخل شريحتين اتصال البطارية حجمها 4500 ميلي امبير تدعم الشحن السريع وبالنسبة للكاميرات عندنا 4 كاميرات بالخلف الكاميرا الأساسية 48 ميجا بيكسل F1.8 الكاميرا الثانية لها العدسة الواسعة 18 ميجا بيكسل F2.2 بعدين عندنا كاميرتين واحدة لقياس العمق 5 ميجا بيكسل F2.2 والرابعة هي كاميرا ماكرو لتصوير الاشياء القريبة او دقيقة فتحة العدسة F2.4 اما بالنسبة للكاميرا الأمامية فعندنا كاميرا 32 ميجا بيكسل F2.2 هني طبعا سامسونج مبتدرون انه قللوا فتحة العدسة على اساس انه ما ياخذون مساحة كبيرة في اعلى الجهاز بالنسبة حق Infinity All يسمونها بالنسبة حق الكاميرا هذي الجهاز ييب اكثر من لون هني عندنا لون الازرق الفاتح وهي لون الاسود واللون الابيض ايضا اعتبر هذا اللون مميز الهيكل من البلاستيك لكن في عندنا حركة من ناحية التصميم الازرار موجود على يمين زر التشغيل و زر الصوت البصمة اسفل الشاشة وهي تعتبر بصمة جيدة ما اقدر اقول انه بصمة ممتازة هي تعتبر بصمة جيدة ممكن تكون افضل في الاسفل عندنا السماعة الوحيدة ما في عندنا سماعتين بالنسبة حق مخرج الصوت مدخل USB Type-C وايضا مدخل السماعات الثلاثة فاصلة خمسة اللي ايضا تي بالعلبة ايضا يلي بالعلبة كفر سلكون الجهاز والشاحن اللي يدعم ثلاثين واط الحين خلنا نلقي نظرة على النظام التشغيلي وعلى الواجهة هنا الجهاز يشتغل على أندرويد 10 واجهة النظام سامسونج الموجودة عندنا هنا هي One UI 2.1 فيها اضافات كثيرة جدا بنسبة حق الاندرويد ايضا فيها اضافات رح تقللك من الاداء هذه مشكلة واجهات سامسونج انه تعتبر واجهة ثقيلة لكن في بعض الناس يفضلون الواجهة هذه لما تعطيه من اضافات يعني في عندك اضافات كثيرة موجودة في الاندرويد الخام او اجهزة الاندرويد الثانية تقدر تستفيد منها او تقدر تستفيد من معظمها لكن موجودة في الناس يفضلون هالموضوع هذا ايضا من شاء الله اللي تثقل الجهاز هي البرامج المدمجة اللي تحط لك ايها سامسونج في بعضهم تقدر تشيلهم بعضهم ما تقدر تشيلهم يعني في عندها شراكات مع مايكروسوفت في برامج مايكروسوفت تقدر تشيلهم لكن في عندها برامجها الخاصة برامج سامسونج بعضهم ما تقدر تشيله تحس انه شوي هذا يثقل لك تجربة الجهاز لكن إذا أنت كنت متعود على البرامج هذه أو تستفيد منها فهذا شيء راجع لك الواجهة مثل ما تشوفون هنا نسحبين من يسار وإذا سحبنا إلى يسار في عندنا هنا واجهة سامسونج اللي هي حق الأخبار ما له داعي جدا أنا أنصح أنكم تعطلونها طريقة تسحب الطريقة هذه وتي على الصفحة وتشيل سامسونج ديلي وتخلص من الصفحة هذه أتمنى في التحديثات القادمة يحطوا لي صفحة جوجل على يسار أو اختيار على الأقل أقدر أخذ صفحة سامسونج أو صفحة جوجل تكون موجودة على يسار الآن ما عندنا بيكسبي موجود هنا إذا سحبنا من الأعلى في عندنا الاختصارات والتنبيهات هنا طريقة واجهة سامسونج إنه تنزلك محتويات الشاشة للأسفل أساس تكون أقرب حق الأصبع وحق اليد إذا سحبنا للأسفل فهنا ندخل على صفحات البرامج تلاحظون صفحات البرامج تذهب يميني يسار نفس واجهة سامسونج القديمة ونفس واجهة الأندرويد اللي تسحب للأسفل وهنا شيء المميز بالأب دروير هذا إنك تقدر تحط فولدرات في الأندرويد الخام ما تقدر تحط فولدرات في الأب دروير فهذا بالأمانة يعني فيه شغلات قلت لك أنا فيه شغلات زينة وفيه شغلات مو زينة هذه أعتبرها ميزة أنا أنا أحب أرتب برامجة أيضا داخل الأب دروير من الإضافات اللي تحصلونها بالبرمج الإضافات اللي تقدرون تستفيدون منها إذا دخلنا على الإعدادات ندخل على الإعدادات المتقدمة Advanced Features الإعدادات الخاصة في الزر زر التشغيل إذا تبتضغط مرتين شني بطل لك إذا تبتضغط ضغط مطول شني يطلع لك بالضبط تقدر تحدد هنا وفي عندك اختصارات إضافية في عندك الربط على الويندوز الرسائل اللي تطلع لك طريقة بالونة نقول تقدر تختار شن البرنامج اللي يستعرض لك إياها نفي عندنا مثلا برنامج الرسائل أنا أحطه يعني إذا وصلت لك رسالة تستعرض محتوياتها بشكل بسيط يعني تطلع لك التنبيه بعدين الرسالة أو البرنامج نفسه يصير بلونة إذا استلمت رسائل أكثر يصير عندك أكثر من بلونات موجودة في الواجهة نفسه وإن أعدادات بالنسبة لسكرين شوت اللي تقدر تأخذه وإن لا ننسى الميزة لموجودة سامسونج أنك تقدر تأخذ كوني شوت في الطريقة هذي وأنه تقدر تعدل على لقطة الشاشة في عندنا الجيم لونشر اللي هو الخاص بالألعاب والدول ميسنجر فكان عندك برامج تواصل اجتماعي تأخذ نسختين من البرنامج نفسه كلنا نعرف أن الواتساب العادي وليس الواتساب بزنس الواتساب العادي ما تقدر تنزل نسختين الواتساب على جهازك يخليك تنزل نسختين الواتساب كل واحد على رقم واثنين هم من فصلين عن بعض هذه أعدادات إضافية لو تلاحظون أنا قاعد تنقل الجهاز بميزة السحب السحب على آخر البرامج أو السحب لليسار اليمين عشان ترجع باك وإذا ترجع لهم تسحب الطريقة هذه هذا تقدر تغيره من الأعدادات هنا من أعدادات الشاشة تقدر تغير إذا كان عندك الـ Dark Mode أو الوضع العادي تقدر تغير من الإضاءة Blue Light طريقة الألوان موجودة على الشاشة أيضا الشاشة اللي على الجنب هذه ما رويتكم معها دعوا أسحب الصوب هذه يسمونها Edge Screen تقدر تعدل عليها وتطيف عليها بشو ما تبي إذا ما تبي تقدر تشيلها أيضا Navigation Bar أو الأزرار الموجودة في الأسفل هنا سامسونج تعطيك ثلاث اختيارات تعطيك إما الاختيار العادي أزرار الأندرويد العادية طبعا بطريقتهم وتصميمهم أو اللي يكون الأزرار أو السحب يعني ميزة السحب وإضا هنا في عندك اختيارين أما ميزة السحب أن عندك ثلاث أزرار للسحب في الأسفل أو زر واحد وإضا عندك الميزة إذا تريد تصغر حجم الشاشة تسحب للأسفل ستصغر لك الشاشة في الطريقة هذه مثل ما قلت لكم بالنسبة لي الواجهة فيها مميزات إضافية اللي يستفيد منها راح تعجب الواجهة هذه اللي ما يستفيد منها ممكن يضايق أن الواجهة تعتبر دقيلا نوع ما خلصنا من الواجهة شرح الكاميرا والتصوير راح يكون في فيديو من فصل إن شاء الله راح أحط لكم الرابط في الأعلى راح نتكلم عن أداء الجهاز نفسه شون كان أداءه بالاستخدام اليومي طبعا إذا كنت تبي أداء أفضل مع تغليل الرسومات في عندك هنا اختيار بالأعدادات يقلل لك الرسومات ويزيد لك من الأداء فإذا شلت الاختيار هذا راح تحس أن جهازك صار وايد أسرع فأنا أفضل أنك تشيل الاختيار هذا وتستعمل جهازك بالطريقة الأسرع غير شيء فيعتبر استخدام عادي يعني ما واجهت مشاكل كثيرة بالنسبة لك الاستخدام ممكن إذا أنت كنت تستخدم أجهزة فلاكشب أجهزة رئيسية تحس ببعض البطء بس بعد فترة راح تتأقلم راح تتعود على الجهاز الإنسان على الشغلات التي تتعود عليها وبالنسبة لك عمر البطارية توقعت أفضل الأمانة يعني تمام يعطيني 6 ساعات إلى 6 ساعات ونص وقت شاشة هذا على استخدامي الشخصي بالنسبة للستاند باي فهو جيد وممتاز إذا خليت جهازك فترة ويتلم مرة ثانية هتشوف نسبة البطارية قلت مثل ما قلت لكم جيد لكن ممتاز كنت أتمنى أن يكون أو أن يكون أداء البطارية أفضل من شدي عندنا بطارية 4500 مع جهاز يحمل تقريبا نفس المواصفات فأتمنى تفعلون زر التنبيهات ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة علشان تشوفون المقارنة الياية هذه المقارنة راح تكون حلوة لأنه في عندك خنقول جهتين من النظام نفسه الأندرويد طبعا في عندك جهتين جهة هالطريقة هذي وجهة طريقة ثانية ممكن أشخاص ثانين ينفضلونها فلتترقبوا إن شاء الله الفيديو راح يكون جريب على الأسبوع الياية يتوقع إن شاء الله بالنسبة حق السعر بالنسبة حق الإمكانيات فهو جهاز أقدر أنصح فيه ومعدي أي مشكلة خصوصا عندنا اختيارات أقل للحين بالسوق المحلي فهذا الجهاز يعتبر اختيار ممتاز بالنسبة حق مواصفاته والإمكانيات اللي قدمها وأيضا تجربة التصوير اللي راح تشوفونا في الويديو الثاني راح تشوفونا أن تجربة يعني كانت جيدة شكرا جزيلا على المتابعة لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل التنبيهات لأنه راح يكون فيه محتوى قادم إن شاء الله أيضا لعلاقة في الجهاز هذا يا أبلي كمنا فيه